من جهة ثانية أدانت البطرياركية اللاتينية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي يوم الأحد الماضي على مدرسة العائلة المقدسة في غزة وجاء في بيان صادر تتابع البطرياركية بقلق بالغ الأنباء عن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدرسة العائلة المقدسة حيث تتضمن اللقطات والتقارير الإعلامية من المكان مشاهد لضحايا مدنيين وتدمير للمبنى مع الإشارة إلى عدم وجود كهنة في المدرسة وأضاف نحن نواصل الصلاة طالبين الرحمة من الرب ومستمرون في الدعاء ونأمل أن تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يضع حدا فوريا للمدبحة المروعة والكارثة الإنسانية في المنطقة واستنكرت البطرياركية في بيانها استهداف المدنيين أو أية أعمال عدائية لا تضمن حماية السكان وضمان سلامتهم وختم البيان نواصل الصلاة طالبين الرحمة من الرب ونأمل أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق جديا يضع حدا فوريا لإراقة الدماء والكوارث الإنسانية في غزة